بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله معكم المثقف صفا محمد أحمد من جمعية السكري السعودية الخيرية فرع المدينة المنورة بتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة ومواصلة لبرامج التوعية والتصفيف الصحي يسرنا أن نقدم لكم محاضرة بعنوان نصائح عملية في التعامل مع سكر الأطفال تقديم الدكتور بشير حماد الناعم استشار الأطفال والغضوظة السماوة السكري ودكتورات طب الأطفال بمستجفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة ويشرفنا حضوركم جميعا وحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الحميدي أي سؤال أي استفسار يكتب على أدشاد وسوف يجاوب عليه الدكتور آخر المحاضرة إن شاء الله وبالنسبة للشهادة حأنزل رابط الشهادة آخر المحاضرة أكتب عليه الاسم تلاتب العربي والكيميل وحياك الله دكتور لين أشرب بوجودك معاني اليوم اتفضل النقز عنك والمحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم في البدء نشكر الجمعية السعودية على إصدافتها لنا لتقديم هذه المحاضرة ونظر ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها ويجعل المعلومات التي سوف نقوم بتقديمها فائدة لجميع مرضانا وجميع الزمال الذين يحضرون وليس لديهم أطفال يعانون من السكر فنرحب السيد رئيس مجلس الإدارة السيد الحميدي ونرحب بجميع الحضور ونظر ربنا التوفيق والسداد إن شاء الله رب العالمين المحاضرة هي إن شاء الله هتكون يعني نقاط بإذن الله هتكون مفيدة جدا بالنسبة لجميع الأسر في كيفية التعامل مع أطفالهم في فترة بتاعت الأيام العادية والأيام لما نكون الطفل عنده بعض المشاكل سواء كانت أي حالات من الالتهابات أو حدوث انخفاضات وكذا بإذن الله رب العالمين الصوت واضح؟ ألو؟ أي صوت واضح دكتور طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أنه ما هو السكري؟ السكر هو عبارة عن خلل استغلاب في الجسم ينتج من عدم وجود الأنسلين أو وجود أنسلين لكن أنسلين غير فعال وده يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم والسكر لما نرتفع في الدم بالتالي هيمشي الكلا والكلا ما هتقدر تصفي كل السكر الأكتر من 180 مليجرام وحيطلع في البول ولما نطلع في البول بالتالي كميت البول اللي حتطلع حتكون كثيرة لأن السكر تقيل يجور معاه الموية والحاجة تتانية لما نطلع البول يزيد معناها العطش حيزيد تالي الطفل تحسن ووزنه قلة حركته قلة فده تعريف عن السكر أنواع السكر في أنواع مختلفة في النوع الأول والنوع الثاني وفي أنواع أخرى البهمنا في المحاضرة دي أنه النوع الأول والنوع الثاني النوع الأول هو الأكثر شيوعا وهو الأكثر عند الأطفال وفرقه من النوع الثاني أن هذا النوع ليس بوراسي يعني دائما نلاقي أزئلة من الأمهات والأبها والآباء لما نقول أنه أنا ما عندي سكر زوجي ما عندي سكر ليه ولدي جاه السكر فهو لأن الأسباب حقا السكر النوع الأول هي غير معروفة لحد الآن يعني ما في سبب محدد لكن الأطفال المصابين بالسكر هون عندهم تأهب خلقي يعني مما ربنا يخلقهم في القدل يكون هم عرضين نصيب السكر في فترات متفاوتة بعض هون يجونا في السنة في سنتين في ثلاثة في أربعة في أشياء أخرى قد تزيد من نسبة الإصابة بالسكر لكن ليس هي من المسببات يعني كمثال بعض الدراسات بيّنت أنه والله الأطفال البرضع ورضاعة طبيعية من أمهاتهم مغارنة بالأطفال اللي بيأخذوا حليب صناعي الأطفال اللي بيأخذوا حليب صناعي أكثر عرضة للإصابة بالسكر من الأطفال البرضع من أمهاتهم في دراسات عملت على فتامين دال أن نقص فتامين دال برضو هو ما سبب لكن هو واحد من الأشياء المصاحبة الاختهابات فلحد الآن العلي ما قدر التوصل لسبب محدد أنه والله ده هو السبب في السكر في ملاحظة برضو الناس ممكن يكون لحظوها أنه بعض الأسر يكون فيها طفل أو طفلين أو ثلاثة أطفال عندهم سكر ويجي يقول لك طيب يا دكتور ده ماوراسي الإجابة لا هو ماوراسي لكن يعني نسبة حدوث السكر أو فرصة أنك تصاب بالسكر كطفل عموماً هي 0.5% لكن لو كان مثلاً والدك عنده سكر النسبة دي بالزيد بتصل لتزعة في المها وإذا أمك مثلاً عندها سكر النسبة بتصل لتلاتة في المها إذا الوالدين عندهم اللي اثنين سكر النوع الأول النسبة بتبقى أكبر إذا هناك طفل في البيت عنده سكر الأطفال الثانين النسبة نصابتهم بالزيد لكن ما بتصل لحد الوراسي النوع الأول هو بحتاج للأنسلين ودي حاجة مهمة جدا أكس النوع الثاني الممكن يحتاج انسلين أو ممكن نديه حبوب لكن النوع الأول لا لازم انسلين العراض العراض أول العراض ما تصهر الضفل المصاب بالسكر أول عرض أول العراض تتلاحظ أنه الضفل لو كان هو من أول يتحكم في البول ممكن يصير فيه يصير عنده عدم تحكم أو الضفل الكبير يحس أمه تحس أو أبوه يحس أنه يصحى من النوم يدخل الحمام المرحلة البعدة هيحصل تبول زيادة بالليل والنهار إضافة للشراب الفتور والعياء نقصان الوزن والحاجة دي مهمة يعني أي واحد لو شعر أنه طفل عنده واحد من العراض الأحرى أنه يقيس نسبة السكر في الدم على أساس أنه الطفل لو في المرحلة دي ما تم تشخيصه وانتغلت للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الحموضة الطفل بعد ذلك هيصير عنده قسيان وألم في البطن والتنفس حقه يتغير لا سمح الله تمام وقد يتصير معه غيبوبة فقبل ما الطفل يصر للمرحلة الحموضة إذا أي شخص لاحظ أنه طفله بيصحب الليل يدخل الحمام أو خلال اليوم بيشرب كثير أو يتبول كثير أول خطوة يعملها إقصة السكر نجي للتشخيص كيف نشخص السكر في معايير متفق عليها عالمياً في كيفية تشخيص السكر للأطفال هذه المعايير سابتة في كل العالم المعيارة الأول أنه إذا أنا إقصة السكر عشوائي في الدم عشوائي دي يعني أنه ما عنده أكل يعني الطفل أكل بعد ساعة بعد ساعة بعد ساعة ساعتين ولقيت نسبة السكر في الدم كانت 200 أو أكثر والطفل عنده عرض يعني الطفل بتبول أكثر من الطبيعي وسكره في الدم كان 200 أو أكثر ده سكر طوالي التشخيص سكر أو الطفل كان صايم وأنا قلت السكر لقيت السكر 126 أو أكثر وكان عنده عرض واحد من الأعراض اللي قناها البولة الكتيرة والشرابة والنقصان الوزين يبقى التشخيص السكر بعض الأحياني يجي طفل في الطواري عنده ارتفاع في السكر يجيس السكر حقه عشوائي يكون سريع يجيس السكر حقه هصايم يكون مرتفع وما عنده عراض في الحالة اللي نحتاج نجيس السكر بعد 24 ساعة إذا بعد 24 ساعة كان النسبة برضو أكثر من 26 حتى في عدم وجود عراض يبقى التشخيص سكر تمام؟ يبقتين معايير الأساسية التراكمة هنجل نتكلم بعض الأسر يجي من السيفة ويكون طفل عنده عراض ويقوم ويقول له خلاص طفل جاي عنده سكر وقفون نبدأ يا ناس الخير التراكمة هو ليس للتشخيص يعني ما منأكد التشخيص في الأطفال بالتراكمة لا التراكمة هو حاجة مساعدة للتشخيص مساعد وليس أساس في تشخيص لأنه بعض الأطفال ممكن يصير عندهم السكر الأعراض وكل شيء يدخل في حموضة ويكون التراكم حقه ونتكلم ستة فاصل فبالتالي التراكم هو شيء مساعد لكن الطفل نجينا نقطة السكر العرضي لأنه سؤال بتكرر طوالفي من الأهل هل هو السكر وهذا سكر سابت والعرضي ما هو السكر العرضي؟ السكر العرضي هو عبارة عن ارتفاع في نسبة السكر ارتفاع مفاجئ في الغالب مصحوب بسبب محدد مثلا طفل عنده ارتهاب في اللوز وارتفاع في الحرارة لما نجي المستيفة قاسه السكر حقه لقوا السكر حقه مرتفي طيب هل عنده عراض؟ الإجابة لا ما عنده أي عراض وطفل سليم لا عنده تبول ولا عنده أي عراض من عراض السكر وعنده ارتفاع في السكر مصحوب بسبب محدد اللي هو زي ارتفاع الحرارة أو لا سمح الله التشنجات ففي هذه الحالة ما منسمى هذا سكر هذا سكر عارض أو ارتفاع مفاجئ في السكر يختفي هذا الارتفاع باختفاء المسبد يعني أول ما ندي الطفل ده مخفض حرارة ونعالي سبب ارتفاع الحرارة في الغالب اليوم الثاني السكر بيرجع للطبيعي فهذا هو السكر العراضي فترة العسل مهمة جدا أن الطفل لما نتم تشخيصه بالسكر بيكون في جزء من الخلايا حقته والخلايا هي خلايا اسمها خلايا بيتا هي المزئولة من إفراز الأنسلين فلما نتم تشخيصه لو افترضنا عنه خلايا بيتا دي عدد 100 لما نتم التشخيص وتصهر العراض بيكون أكثر من 85% من خلايا بيتا دي تم تكسيرها لأنه هو السكر الأطفال هو واحد من الأمراض المناعة الزاتية يعني شنو مرض المناعة الزاتية أنه الجسم يكون اجساب مضادة تهاجم الخلايا حقت الجسم نفسها فبكون 85% من الخلايا تم تكسيرها فيه 15% لسه ممكن تكون شغالة لكن لأنه نسبة السكر مرتبعة السكر لأنه نسبة مرتبعة لما نتم التشخيص بالسكر طريقة طبيعية جزء من الخلايا دي بتبدأ تفرزه فالفترة دي بتحصل غد تحصل بعد أسابيع أو تحصل بعد شهور من التشخيص ودايما بيتكون في الستة شهورة الأولى ونادر جدا ما بتحصل بعد عمر سنة من التشخيص طيب فترة العسل دي ضروري الأسر يعرفوها لأنه مرات السكر يبدأ انخفض انقلل الجرعة بتاعت الأنسلين قد الطفل يأخذ واحد وحدة فقط بتاعت الأنسلين وهي فترة مؤقتة في بعض الأسر إذا كان المعلومة ما عندهم بيفتكروا أن الطفل تم شفاهه من السكر ووقف الأنسلين وما يتابع السكر فيدخل الطفل أول ما يجاوز المرحلة يدخل بحموضة ثاني مرة ثاني فدي فترة العسل مهمة جدا أنه نعرفها طيب السكر والمرض أن الطفل اللي عند سكر زي زي الأطفال الثانيين عرضا يصابوا بالمرض والأمراض اللي بصيبة الأطفال قد تكون أمراض مصحوبة بحرارة أو أمراض من دون حرارة والهمية حقا المعلومتين دي أنه الأمراض المصحوبة بحرارة دائما واحدة من المضاعفات هو ارتفاع في السكر والأمراض ما مصحوبة بحرارة زي الإسهال والاستفراغ دي بتكون معاها انخفاض في السكر فضروري جدا أنه الأم أو الأب يعرف كيف يتعامل مع الطفل أثناء هذه الحالات المرضية في غواعد أساسية للتعاون مع السكر أثناء المرض طيب أهم غاعدة أن الجرعة الأساسية اللي أنا بديها للطفل نحن الآن هنتكلم عن الحالة المرضية المصحوبة بالحرارة في الحالة المرضية المصحوبة بالحرارة الأصل في الوضع أنه من نسبة السكر ترتفع بالتالي الجرعة الأساسية اللي أنا بديها لازم أستمر عليها طيب وأحتاج أدي جرعة تصحيحية يعني مع الجرعة الأساسية أنا قد أحتاج أدي جرعة إضافية الجرعة الإضافية 200 أنا أفكر رد الجرعة الإضافية إذا السكر إذا نسبة السكر كانت مثلاً بين 180 إلى 250 أي نسبة حق السكر وصلت 250 أنا طوالي محتاجي قيس الكيتون والكيتون أننا نحن معه نقيسه يفي البول يفي الدم زمان كان عندنا شرائح في مستيفة الولادة نقيسها في الدم لكن فعلاً علبة فيها الأشرطة حق فحص الكيتون ضروري أنه نسبة السكر في الدم لوصلت 250 لوصلت 200 أنا أبدأ قيس الكيتون في الدم فالجرعة التصحيحية اللي أنا بديها بتحتمد على حاجتين بتحتمد على النسبة حق السكر وبتحتمد على أنه في كيتون ولا ما في كيتون كل مكان في كيتون أنا أحتاج أدي جرعة أكبر يعني الجرعة دي بتتراوح يعني مثلاً لو مريض بيأخذ المجموح حقه منظم على وجبات 30 وحدة تمام؟ فال30 وحدة دي بنقول والله أن إحنا إذا الطفل سكره بين 180 إلى 250 طبعاً دي صعب أنك تتحفظ يعني ما بتتحفظ يعني أهلاً أفضل يعني المريض لما نيجي لعيادة التصغيفية أو إيجي لعيادة للاستشاري أقول لها دكتور أكتب لي التعليمات كيف أنا أدي الجرعة تصحيحية في حالة المرض اكتب له في ورقة وشيل الورقة معاه لأنه هي فيها تفصيل أنه هل في السكر مرتفع معاه كيتون أو من غير كيتون بس النقطة المهمة اللازم نعرفها الآن أنه أي ارتفاع في السكر أثناء فترة الحمة لازم ندي جرعة تصحيحية كم يغدار الجرعة تصحيحية؟ بأي شخص منكم لما نرجع للإستشارة أو عيادة التصغيف يكتبوها له في ورقة يتكون موجودة عنده وحافظها في تلفونه ويطلعها أثناء الفترة بتاعت المرض ويتبع التعليمات حقتها نحتاج نقيس السكر في الدم كل ساعتين إلى ثلاثة ساعات لأنه قد نحتاج ندي جرعة تصحيحية كل ثلاثة ساعات كل ثلاثة ساعات نحتاج ندي جرعة تصحيحية الكيتون نقيس الكيتون في البول أو في الدم كل ساعتين نقيس الكيتون لو في الدم لو في البول كلما الطفل دخل الحمام نقيس الكيتون الإكسار من السوائل السوائل أن الطفل يشرب أكبر كمية من السوائل السوائل قد تكون سوائل يعني في نقطة أخيرة متى نعطي سوائل تحتوي على سكر ممكن نقوله طوالب على السوائل أنه لو كانت نسبة السكر في الدم 180 أو أقل السوائل تكون محتوي على سكر تمام؟ دل نقطة الأولى 180 أو أقل السوائل تكون محتوي على سكر أو لو كان الطفل يعني لما نيّل الأكل الأكل أنه الطفل يأكل الأكل المعتاد إذا رفض الطفل يأكل الأكل المعتاد نديه نوع من الأكل يعني سهل على الطفل مثلا عنده التهاف في اللوز الأكل العادي مثلا الخبز وكده ممكن ما يقدر يأكله نديه أكل أسهل شربة، هلبية، أشياء أخرى زيدي ونديه سوائل فيها سكر إذا كان الشهية قليلة أو كمية الأكل اللي بيأكل الطفل قليلة إذا النقطة الأولى نسبتها أن الجرعة الأساسية لازم نأخدها ممكن نحتاج لجرعة تصحيحية كل ثلاثة ساعات نحتاج نقيس الكيتون كلما الطفل تبول أو في الدم كل ساعتين نكسر من السوائل، نديه أكبر كمية من السوائل السوائل قد تحتاج يكون فيها سكر لو كان شهية الطفل قليلة أو نسبة السكر أقل من 80 الحالة المرضية نفسها نعالجها التهاب اللوز، نعالج التهاب اللوز التهاب صدري، التهاب بول أي أن كان سبب الالتهاب نعالجه نديه مخفض حرارة معرفة علامة الخطورة التي تستدعي حضور المستشفى ودي نقطة مهمة متين الأم ولا الأب وشير طفل يمشي بل مستشفى لأنه بعض الأسر قد يكونوا موجودين خارج المدينة أو موجودين في المدينة في مرحلة محددة لو الطفل وصلها أنا أمشي المستشفى ودي مهمة متين نمشي أول حاجة لو ظهرت عليه أعراض الحماضة الكيتوني وما هي أعراض الحماضة الكيتوني؟ زي ما قلنا قبل أي استفراغ أثناء حالة المرض أنا حسنا نفتكر أنه هو لو لقينا مصحوبة كيتون دي أعراض واحد من أعراض الحماضة الكيتوني إذن الاستفراغ القسيان تغير النفس يعني التنفس حق الطفيل يصير سريع مستارع أو من نسبة الوعي تقل دي ألامات الحماضة الكيتوني في الحالة دي تبدأ العلاج لكن تمشي المستشفى طوالي طيب تاني متين نمشي المستشفى إذا الطفل معاه استفراغ ما بيستوعب أي حاجة نتالي بيستفراغة نمشي المستشفى طيب إذا الأم مننا البداية والله الكلام الكثير بتاع الدكاثر اللي بيقولوه كيف الحاجات أن نعملها أثناء الطفل المريض دي أنا ما بيعقدر عليها ولا بيعرف أعمالها المستشفى طوالي ما تتأخر أمشي المستشفى أو لو بدت الأسرة الأمة والأب وبدوا يعالجوا الطفل ويحسوا أنه والله مرت ساعتين ثلاثة أربع ساعات وحالة الطفل ماشى مدهورة نجي المستشفى طوالي نتحرك على المستشفى يبقى معناها إذا فيه استفراق أو حالة الطفل ماشى مدهورة أو أو فيه انخفاض في السكر ما بدا يتحسن في الحالة دي أنا حالادي من نمشي المستشفى أو ظهرت عليه علامات الحماض الكيتوني فإذا ظهرت واحدة من ديل في الحالة دي أنا لازم نتوجه للمستشفى على سن الطبيب هناك والغالبية العظمى من المرضى معاهم تلفونات المسقفات أو تلفون الاستشاريين يقدر يتواصلوا معاهم لكن إذا أنا ما عندي أي تلفون اتواصل معاهم حسيت بأنه حالة الطفل ماشى ماما متحسنة أنا أقدر أوديه المستشفى على طول طيب قبل ما ننشل الانخفاض أنه الحالة المرضية اللي بتكون مصحوبة بانخفاض يعني بعض الأطفال عندهم استفراق ونلقى السكر حقهم منخفض منخفض ما قصدين أقلها من 70 لأنه دي حنجيها بعدين لا الانخفاض يعني بين 70 إلى 90 أو بين 90 إلى 180 فإذا كانت النسبة حقا السكر منخفضة واطفل معاهم استفراق الجرعة الأساسية لازم نديها لازم ندي الجرعة الأساسية لكن من نقص إذا فيه انخفاض نسبة السكر كانت أقلها من 90 ننقص الجرعة الكلية يعني المجموعة الكلة حق الجرعات ننقصه بكم من 10 إلى 20% يعني ننقصه بـ 20% دمتين لقينا فيه انخفاض في السكر نسبة السكر كانت 90 مثلا وكان ما في كيتون البول يعني حتى في حالة الاستفراغ والإسهال نفحص الكيتون لأنه ممكن يكون فيه كيتون وممكن تحصل حموضة والسكر يكون أقلها من 200 فبالتالي نقيس الكيتون ما لقينا كيتون في البول أو في الدم والسكر كان بين أقل من 90 ندي الطفل السوائل فيها سكر زي ما قلنا قبل ونديه أكبر كمية من السوائل نديه يأكل الأكل اللي هو يحبه أكبر كمية من الأكل نديها له ما نحتاج ندي جرعات تصحيحية ننقص الجرعة الكلية الجرعة الكلية مثلا كانت 30 ننقصها بكم ننقص 6 وحدات من المجموعة المنظم والله حقه كان بياخد 15 ممكن ننقصه نخليه 12 الوجبات كان بياخد مثلا 4, 5, 4 نقدر ننقصها نخليها 3 4 3 ننقص من كل من كل واحد واحد ننقص الجرعة لكن إذا كان في كيتون إذا كان في كيتون والنسبة حقه السكر كانت أقلّى من 90 ننقص لكن ما بـ 20% ننقص بمعدل أقلّى الغانون العامل أنتو تعرفوه أنه في حالة الاستفراء والإسهال المصحوب بسكر بين 90 إلى 180 في الحالة دي قد نحتاج نقلّل الجرعة إذا كان ما عندنا كيتون في البول أو في الدم وإذا في كيتون نقلل الجرعة لكن بمستوى أقل ودي برضو الغاعدة حقه طواضحة ومحتاجة تكون مكتوبة ودي برضو من الأشياء اللي منتجوا العياذة طالبوا بيها في العياذة لأنها مكتوبة يدو كلها في ورقة على أنه الواحد يخدته عنده في البيت بيعرف كيف يتعامل مع الطفل لما يكون عنده حالة بتاعة السالة أو استفراء أما إذا نقص السكر أقلّة من 70 فدي هنجد أن نتناقش فيها أسي في الخطوة الثانية انقفاض السكر في الأطفال نقطة تانية تعريفه الانقفاض تعريفه هو إذا كانت نسبة السكر في الدم أقلّة من 70 أقلّة من 70 أقلّة بالأطفال الآن مركبين الحساس الحساس الجهاز ده الحساس غير دقيق في قياس السكر المنخفض غير دقيق يعني أقصد شنوبة غير دقيق إذا أنا قسب الحساس وداني السكر كتب لي L-O يعني L-O منخفض والطفل ما عليه أعراض بتاعت انخفاض ما أستعجل في أنه أبدأ علاج الانخفاض لو عندي أشريطة أقصد السكر في الدم لأنه الحساس غير دقيق في حالة الانخفاض يعني نرجع للنقطة تانية الأطفال المركبين الحساس إذا الحساس أداني قراءة منخفضة والطفل ما عنده أعراض انخفاض نقيس السكر عن طريق الوخص للتأكد طيب الانقفاض تعريفه هو سكر أقل من سبعين أعراضه حسب المرحلة فيه انقفاض بسيط أو متوسط وانقفاض وخيم الوخيم هو دائما البكون مصحوب بتشنجات وإغماء وكده والبسيط والمتوسط يبتسر العراض الأولية تغيير في المزاج حق الطفل فجأة الطفل اللي قولك أنا عندي صداع الأطفال الكبار شوية ممكن يحسوا قولك عندي خفقان في عرق حس بأنه أنا جوعان عياشة دي أقل السكر قسر السكر في الدم لقيت السكر أقل من سبعين تمام خلاص ابقى دين انخفاض البسبب الانخفاض شنو إيه السبب حق الانخفاض دائما نقول للأسر فكروا في الانخفاض في ثلاثة نقاط أساسية أي طفل السكر وانخفض فكروا في الثلاثة نقاط دي هل السبب الانسلين ولا السبب الأكل ولا السبب الرياضة طيب لأنه ممكن يكون والله الطفل كل يوم بعد الغدى بنخفض السكر حقه ابقى معناها يومين متواليات انخفض السكر بعد الغدى معناها السبب الانسلين جرعة الانسلين دي حقة الغدى كثيرا قلل طيب في طفل والله الليلة الدينية جرعة لكن أكل قلة من أكله الطبيعي انخفض السكر إذن السبب الأكل في طفل والله بيمشي المدرسة وفي المدرسة يوم الاثنين ويوم الأربع الحصة الأولى والتانية هي حصة بدنية أو رياضة فبيحصل له انخفاض بعدك حصة تانية ابقى السبب بتاع الانخفاض هنا الرياضة فنحن نفكر في الطرية دي الأطفال اللي بيحصل لهم انخفاضات متكررة في الستة شهور الأولى بعد التشخيص ممكن يكون سببه فترة العسل في أسباب أخرى هي تؤدي للانخفاض غير الثلاثة أسباب لكن دي الأساسية المحتاجين انتوا كأسر تفكروا فيها يعني نفكر بقمارية دي عشان أعرف السبب شنو أي انخفاض يحدث لازم أفكر إيه هالسبب عشان أعالج السبب طيب العلاج بتاع الانخفاض نقسم الانخفاض لمرحلتين انخفاض خفيف أو متوسط أنه الطفل بكون واعي وانخفاض معاه الطفل غير واعي غير واعي أو معاه تشنجات طيب الخفيف والمتوسط قسنا السكر مثال لقينا السكر حق الطفل خمسين الخطوة الأولى اللي هنديها وديت واحدة من المشاكل الموايج هنا أنه ندي السكر ندي الطفل عصير عصير كميته مية خمس وعشرين مل يعني السنتوبة الصغيرة لأنه ده فيه ما يعادل خمستاشر الجرام بتاعتنا شويال نديه العصير ونقيس السكر بعد ربع ساعة إذا لقينا السكر ارتفع أكتر من سبعين ندي الطفل الوجبة تمام طيب كان خمسين قدينا الطفل العصير قسنا بعد ربع ساعة لقينا السكر صار ستين يبقى معنا ما ارتفع لسه نعيد نفس العصير اللي لديناه المرة الفاترة تمام طيب كم مرة يا دكتور نعيد العصير ده نعيده ثلاثة مرات يعني المرة الأولى والتانية والتالتة لو ديناه ثلاثة مرات والسكر مرتفع وصل للسبعين طيب إيش نعمل تاني نقوم ندي الحقنة بتاعت الجلوكاقون كلها كون عندكم حقنة الجلوكاقون يبقى حقنة الجلوكاقون ممكن نستخدمها إذا كان فيه انخفاض في السكر ودينة سكر الطفل عصير ثلاثة مرات ومرتفع السكر طيب يبقى معناها إذا دينة طفل عصير ما نقوم ندي كمية كبيرة لأنه حتى لك السكر فيها تلتمية بهناك فالكمية محدودة طيب ما عندي عصير جاهز مع لكتين سكر وعليهم موية أديه له طيب عندي سكر مقعبات أديه اثنين من المقعبات ذويبة طيب عندي عسل مع لقى بتاعت عسل عندي مربى مع لقى بتاعت مربى دي كلها ممكن تستخدم لكن في نقطة مهمة في الانخفاض في علاجة للانخفاض ما نستخدم الحليب نكب عليه سكر ما نستخدم الشوكولات لأن الشوكولات فيها دهون والحليب فيه دهون وده بتقلل الانخفاض دي النقطة الثانية النقطة الثالثة في الانخفاض لما ندي العصير ما ندي معاه الأكل لأنه لودينا العصير والأكل الانتصاص بيكون بطي فبالتالي ما هيحصل ارتفاع في السكر الأفضل ندي العصير لوحده وبعد ارتفع السكر أكتر من 70 بعد ذلك ندي. الخطوة الثانية نقوم ندي الأكل. طيب كيف نمنح حدوثه؟ نمنح حدوثه بعرفة السبب. والله لما نطريض في المدرسة يوم الاثنين بعد حصة حقه الرياضة بيجيه انخفاض. طيب أنا ايش يسوي؟ اليوم والصباح هو ماشي وعنده رياضة قلل الجرعة بتعطى الفطور. تمام؟ ده الرياضة. والله بنخفض بعد الغداء كل يوم بعد ساحتين من الغداء. قلل الجرعة الغداء. والله بنخفض ينوم على سكر كويس لكن ينخفض أثناء ما هو نايم أو لما نصحى من النوم. السبب شنو؟ المنظم. قلل الجرعة المنظم. تمام؟ بنخفض والله في الأطفال السغارة لعمرهم ثلاثة أربعة سنة. نديه الجرعة ويرفض يأكل. طيب يا دكتورة سوي شنو؟ أنا أديه الجرعة ما يأكل انخفض السكر. آه ممتاز. في الحالة دي الأطفال لعمرهم أقل من خمسة سنة. والإنت ما بتقدر تعرف أنه هيأكلوا الأكل كله أو لا. أقوم أنا أخلي الطفل يأكل. وبعد ما يخلص الأكل مباشرة أديه الأنسلين. أدي الأنسلين مباشرة بعد الأكل. ودي بتحدد لي لو أكل أكله الطبيعة دي جرعة كاملة أو أقل للجرعة. آخر نقطة في الانخفاض وبتواجهنا فيها مشكلة. أنه تجي الأمة الصباح قبل الفطور تلقى سكر ومنخفض. تقوم تعالية الانخفاض. وما تديه الجرعة بتاعة حقة الفطور. آه بقى دي مشكلة. لأنه جرعة الفطور هي لوجبة الفطور. إذا مجن الجرعة هنلقى السكر قبل الغداء مرتفع. إذا كان الانخفاض قبل الوجبة نعالج الانخفاض ونعطي الجرعة لكن ممكن نقلل للجرعة. جرعتنا الفطور ستة أقلل أخليها خمسة. لكن لازم نديه الجرعة. تمام؟ الطيب التراكمي. ما هو التراكمي؟ التراكمي هو عبارة عن نسبة السكر المرتفطة بالهوموغلوبين. عشان كده يسموه الهوموغلوبين التراكمي. أي شخص عنده تراكمي. أي شخص الما مصاب بالسكر عنده تراكمي والتراكمي حقه أقل من خمسة فاصل سبعة. والشخص في المرحلة قبل السكر بيكون التراكم حقه بين 5.7 وأقل من 6.5. ولما يصاب الشخص بالسكر بيكون نسبة التراكم أكثر من 6.5 تمام؟ طيب والتراكم المسالي للطفل اللي عنده سكر هو تراكم نسبته أقل من 7.5 وليه هختاروا 7.5 دي؟ لأنه الدراسات بيّنت أنه التراكم لو كان أقل من 7.5 بيقلل نسبة حدوث المضاعفات تمام؟ ابقى العواغب المترتبة على التراكم المرتفع مكسومة لمجموعتين عواغب وقتية أو في الوقت الحاضر وعواغب على المدى البعيدة عن المدى القصير والمدى البعيد المدى القصير ارتفاعات متكررة للسكر اضطر الطفل يدخل المستشفى بحموضة تأثر على النمو حقه تأخر البلوق الطفل يكون قصير ما يطول وبعدين المدى البعيد هي المضاعفات اللي سمح الله ممكن تحصل المشاكل في العيون والكلا وكده فيبقى ضروري جدا يحن ركز على التراكم المسالي كيفية الوصول إلى التراكم المسالي اول نقطة عشان نصل لتراكم المسالي انهم محتاجين انتظم في الجرعات لازم يعني قصة الطفل عنده فطور وغدا وعشا وياخد معها منظم يوم ياخد جرعتين ويوم ياخد ثلاثة وما في انتظام في الجرعات دي ما حتقليه نصل للتراكم المسالي تغيير ماكن الحقل ودي حاجة مهمة لأنه جزء كبير جدا من الأطفال البنوم عندنا بحموضة متكررة أو ارتفاعات متكررة في السكر دائما بيكون السبب فيها أن الأطفال بيحقنوهم في نفس المكان ما في تغيير الأماكن دي أماكن الحقل يعني من الأمام دي الأماكن هنا الجزء الأعلى من اليدين حول السرة وفي الفخص وفي الخلف هذه هي الأماكن تمام طيب إذا أنا كنت بحقن في نفس المكان ما بغيره ده حيحصل تورمات هذه التورمات يبقى أي أم أو أب أو طفل لازم يرى يشوف الأماكن حقتها الحقن بتاعته إذا حصلت فيها التورمات دي ما ندي الجرع بتاعتها المسالين ليه؟ لأنه في مشكلتين بتحصل المشكلة الأولى الامتصاص بيكون بطي يقول لكم الله دكتور بدك جرعة لكن السكر ما بينزل لأنه الحتة متورمة والأطفال يحبوا أنه انطعنوا في الأماكن المتورمة ليه؟ لأنه ما في حساس بل ألم ما بحس بل ألم عشان كده هو يفضل انطعن في المكان المتورم وبحصل التورم هو عبارة عن تجمع بتاعتهون فواحدة من مشاكله أنه الامتصاص بتاع الأنسلين بيكون بطي وبالتالي بيرتفع السكر والنقطة الثانية أنه بيحصل فيها التهابات شو يبدأ طفل؟ ده واحدين حاصل له التهاب في المكان بتاع الحقن المتكرر والتورم ويسبب التهابات وخراج ومشاكل زي دي يبقى معنا لازم نغير ما كان الحقن حساب النشويات ودي حاجة ضرورية جدا نتعلمها وحنشوف كيف نستفيد منها إعطاء الجرعات التصحيحية وفي بعدين أمثلة كيف نحن نحسب الجرعة التصحيحية الأكل الصحي الأكل الصحي أنه يماع الوجبات الرئيسية ننتبه وبين الوجبات أكبر مشكلة بتواجهنا أنه الأطفال بيأكل وجبات صغيرة بين الوجبات ومحتوي على نشويات فالأكل الوجبات المحتوي على نشويات ووجبات صغيرة متكررة بين الوجبات من غير ما نديه الجرعات التصحيحية هي واحد من الأسباب اللي بتأثير الارتفاع السكر الرياضة مهم جدا أنه الأطفال لازم يكون يطريضوا والرياضة بيساعد أنه الطفل يكون يعني الحساسية بتاعت الأنسرين يعني تلقى أنه الطفل البطلية حوجة الأنسرين بتقل فهذه حاجة مهمة جدا لازم ننتبه عليها والأكل الصحي كل الأكل يا جماعة اللي بيجي من خارج البيت هو أكل غير صحي مليب الدهون والزهود والنشويات وكده فنحن لازم ننتبه للموضوع ده وأنه والله أثناء الأكل الصحي المقصود به هو أنه في الوجبة الوجبة المحددة في الفطورة والغداء والعشاء الطفل لازم يأكل يعني نحن ما أريد أن نضبط السكر على حساب النمو بتاع الطفل لأنه أغلب أطفالنا في مرحلة نمو ففي الوجبة الأساسية هو يأكل يأكل من النشويات يأكل من البروتينات يأكل لازم يعني الوجبة متكاملة فيها النشويات وفيها بروتين وفيها دهون ضروري جدا تكون متكاملة وفيها صلط بين الوجبات إيش يأكل؟ يأخذ فواكه نوع واحد من الفاكهة ممكن يأخذ حليب ممكن يأخذ لبن ممكن يأخذ صلطة لكن ما نأكل كيفس ونأكل بسكوت ونأكل سندويتشاد بين الوجبات من غير ما نديهم سرين صاح بعض الأحيان يضغد الساعة واحدة ويدعش الساعة عشرة المسافة كبيرة فالأحرى أنه على الساعة خمسة لهو يأخذ وجبة ثانية ندي وجبة وندي عليها جرعة تصحيحية ويدعش على الساعة عشرة طيب واحدة من الأشياء المهمة عشان نصل لتراكم مسالي المحافظة على مستويات السكر في الحد الموصى به طيب المحافظة على مستويات السكر في حدود الموصى بها في اختلافات كثيرة الجمعية العالمية لسكر الأطفال والبالغين أوصت بأن السكر الموصى به قبل الجرعة من سبعين من سبعين ساري ما مئة وسبعين من سبعين لمئة وثلاثين يعني قبل الجرعة السكر الممتاز هو بين سبعين لمئة وثلاثين ما مئة وثلاثين سبعين لمئة وثلاثين وبعد الجرعة بساعتين السكر مفروض يكون في حدود 90 إلى 180 وعند النوم السكر مفروض يكون 80 إلى 140 طيب النقطة بمهمة يعني الطفل الصباح لما نصحى من النوم لو لقين سكره أكثر من 130 السكر دم ارتفع والطفل لو دينج جرعة حقة الوجبات وكان السكر بعدها أكثر من 180 السكر دم ارتفع ولو الطفل نام على 80 إلى 140 السكر دم سالي المشكلة بتواجهنا أنه الأمهات لما نلقي السكر 80 عند النوم ما بتخليه نوم على 80 تدي حليب تدي كورنيفلكس تدي سندويتش تديه بسكوت وده حيرفع السكر الصباح ليه؟ لأنه هي خايفة من الانخفاض يا جماعة الغانوم بيقول أو الغاعدة بتقول إذا الطفل نام على سكر طبيعي اللي هو 80 إلى 140 وحصل له انخفاض أثناء النوم أو عند الاستيغاظ السبب بتاع الانخفاض هو جرعة المنظم فنقل الجرعة المنظم ما نقوم أن إحنا نأكل الطفل في الليل لأنه لو أكلناه السكر حيرتفع وبالتالي التراكمة حيرتفع النقطة دي مهمة طيب النقطة التانية أن السكر بعد الجرعة بساعتين يكون في حدود 90 إلى 180 المعلومة دي قيمتها شنو إذا أنا والله أديت جرعة العشاء وبعد الساعتين لجيت السكر 250 واليوم التاني أديت الجرعة وبعد الساعتين لجيته 270 إبقى معناها جرعة العشاء غير كافية أزود جرعة العشاء والجرعة يا جماعة اللي بيقول لك الدكتور ولا المثقف هي ما جرعة سابتة جرعة أنت عندك الحق في تغييرها كل أسبوع ممكن تعمل ضبط للجرعة وأهم حاجة تجيب ورقة ولا دفتر وتكتب عليه قبل الفطور بعد الفطور قبل الغداء بعد الغداء قبل العشاء بعد العشاء لمدة ثلاثة يوم وعند النوم وتجي تتراجع آه والله السكر بعد العشاء لمدة يومين كان مرتفع إبقى معنا أنا أزود جرعة العشاء أو كان مثلا بعد الفطور بنخفض أنا أقلل جرعة الفطور فهي أبارة عن عملية مستمرة جزء منها معلومات إديها الطبيب والجزء الثاني هي مزئولية حقة الأسرة فلازم تخد في بالك أنك إنت لازم تصحح ولازم تغير الجرعة بالشكل مستمر في البيت عشان نصل للتراكم المناسب طيب كيف نحسب الجرعة التصحيحية؟ الغاعدة بتقول أنه نقسم الألف وسبعمية كرغم ثابت على المجموعة الوحدات مجموعة الوحدات المقصود به شنو؟ طيب طفل عمره سبعة سنوات بيأخذ ثمانية منظم واثنين للفطور وأربعة للغدا وثلاثة للعشر إبقى ستة زائد ثلاثة تزعة تزعة زائد ثمانية سبعة عشر إذا المجموعة الكلي حق الجرعات المجموعة الوحدات بصاويس سبعة عشر هو المنظم زائد الوحدات الويتباد نقسم ألف وسبعمية على السبعة عشر الناتج مية ماذا تعني هذه المية؟ يعني كل وحدة سنين بتخفض السكر بمعدة مية طيب كيف استفيد من المعلومة دي يا دكتور؟ إذا كان السكر قبل الغداء تلتمية وستين مرتفع صح؟ ما هي الجرعة التصحيحية المناسبة؟ أنه إحنا نطرح تلتمية وستين ناقص المية وخمسين لأن المية وخمسين ده الرغم المناسب الآن صحيح عليه طيب إبقى تلتمية وستين ناقص مية وخمسين بالساوى ميتين وعشرة إبقى السكر حق طفلك زايد ميتين وعشرة مالي جرام من المعضلة المسموح به طيب إبقى نقسم الميتين وعشرة الجاتني دي على مية بالساوى اثنين وحدة إبقى الطفل ده هو في الغداء كان بيأخذ أربعة وحدة إبقى الآن أنا ما أحدي الأربعة لأنه لو وديته الأربعة حالقى السكر بعد الغداء مرتفع أديه الأربعة حقه بتاعت الوجبة وديه وحدتين تصحيحيات هذه هي طريقة حساب الجرعة التصحيحية نعيد النقطة دي لأنها مهمة شديد طيب 1700 الرغم سابت نقسم على مجموعة الوحدات على مجموعة الوحدات طيب الطفل قلنا المجموعة الكلية لوحدات البيأخذها كانت 17 1700 على 17 الناتج 100 المية ماذا تعني؟ تعني أنه كل وحدة سلين بتخفض سكر الطفل بمية طيب كان سكره قبل الغداء الـ 360 ما هي الجرعة التصحيحية المناسبة؟ نطرح 360 من 150 المية وخمسين إيش هي؟ المية وخمسين ده هذا المعدل المناسب يبقى 360 ناقص 150 بساوي 210 والـ 210 وعيشة لنما نقسم على المية جاتني دي بساوي وحدتين فاصل واحد ما في حاجة يسمى فاصل وحدة حندي وحدتين يبقى الوحدتين نضيفة لجرعة حقه الغداء صارت كم؟ 6 ودي نقطة مهمة أغلب الأسر تلقى السكر مرتفع قبل الغداء يقوم يقللوا الأكل أو يقول لك خليه ويمشي أو يدو نفسك جرعة فتلقى السكر بعد الوجبة ارتفع طيب معامل النشويات يعني أنا وحدة الأنسلين دي بيتمقص وحدة الأنسلين بيتغطي لي كم وحدة من النشويات دي الرغم 500 نقسم على المجموعة الكلية للوحدات مثل الطفل بيأخذ 8 و2 فطور 3 قد 2 عشا المجموعة 15 لما نقسم على 500 على 15 بيجنين نعطي 9-20 الطفل دا أخذ وجبة حق الغداء كان نسبة كمية النشويات الفئة 60 والسكر حقه قبل الغداء كان 150 ممتاز طيب سكر 150 والنشويات الأخذ 60 الطفل دا محتاج كم وحدة للغداء نقسم الستين على 29 الجات من المعامل دا بتديني وحدتين إذن الوجبة حق الغداء حقه دي محتاج يأخذ لها وحدتين طيب يا دكتور كيف نعرف أنا والله الصامولي دا فيه كم جرام والطص فيه كم جرام دي في كتاب في كتاب عن النشويات موجود بوريك كل حاجة كم فيهت النشويات الموجودة فيها فإنت تقدر تخذت الوجبة لطفلك وتقدر تحسب أنه والله يا أخي مثلا أخذ واحد صامولي فيه 30 جرام بتاعت النشويات زايد كوب حليب فيه وكده تقدر تحسب على ضو الحساب تقدر طرعا دي طريقة دي هي الأمثل إذا عرفنا أن نحن نحسب كاربوهايدريتات كيف هو النشويات وعرفنا نعمل معامل التصحيح دي هي أكتر طريقة تقدر تديني نتائج طيبة وتوصلنا للتراكم المناسب طيب أسباب تحول دون الوصول للتراكم المثالي فيه أسباب كثيرة عدم الانتظام في الجرعات بدل أربع جرعات منظم وثلاثة تلقى يأخذ اثنين كل ما زادت عدد الجرعات في اليوم الجرعات يا جماعة كل أربع ساعات ممكن الطفل يأخذ الجرعات فعدم الانتظام في الجرعات واحد من الأسباب عدم قياس السكر الجزء كبير من الأسر يقص مره مرتين في اليوم كل ما قلت عدد قياسات السكر في اليوم كل ما كان التراكم مرتفع عدم الانتظام في النوم دي مشكلة تانية الأطفال ينوم ويصحوا العصر يصحى العصر وسهر الليل كله وممكن يكون الأم نامت وبالليل هو إياكل ويدعش الساعة 12 وكون صاحب لحد الفجر وكل ساعتين ثلاثة هو إياكل وما في حد أدى جرعة تصحيحية لازم يا جماعة ننظم وقتنا خاصة مشكلة النوم لازم ننظمها ولازم النظام يقول ل البيت كله مالطفل اللي عنده سكر يقول لي تنوم الناس الثانين صحين طيب عدم إعطاك جرعات التصحيحية لو ما نندي جرعة تصحيحية ما حنصل لتراكم مساعدة الخوف الزايد من الانخفاض واحد من الأسباب زيادة التراكمي الأمهات والأباء يخافوا من الانخفاض يدوا الأطفال أكل كتير بالليل أو يقول لك لا أحسن ليه وكونوا نايم على سكر عالي دي واحدة من الأسباب عدم تغيير ماكنا الحق لأن الانتصاص يكون ضعيف والأكل الغير صحي وعدم المتابعة الدورية صح أننا والله مغدرين أنه الآن المستشفى الموعيد فيها بعيدة نعم هي بعيدة لكن في نقطة مهمة إذا وعدك مع الاستشاري بعد خمسة شهور أنت يحق عليك أي وقت حسيت معنى سكر طيف لك غير منتظم تجي العيادة بتاعت التسقيف وإذا في مشكلة التسقيف محل لها التسقيف يتواصل مع الاستشاري ضروري جدا يعني ما تقعد في البيت وطيف لك سكر وغير منتظم تعال المستشفى تعال قابل الاستشاري ما لم ميت في الاستشاري أمشي على غطى المرضى كلم ناس على غطى المرضى وقل لهم امدار الاستشاري ادوني له في التلفون يعني لو الاستشاري حقك تلفونك ما عنده تلفونه هو ما داك ليه تعال المستشفى أمشي مكتب على غطى المرضى وقل لهم ادوني الاستشاري عشان تقدر تتواصل معه وتحاول كيف تعالج المشكلة أنا لحد هنا يعني أغلب النقاط اللي عايز أغطيها غطيطها بعد ذا إذا عندنا زمن نقدر نفتح الفرصة للنغاش تمام شكرا دكتور على المحاضرة الرائعة عندنا أول سؤال بس دقيقة قبل الأزيلة أنا بس في نقطة دارة نوية لها قبل ما نبدأ الأزيلة لأنه الناس ممكن النقطة الأولى أنه بالنسبة ممكن يكونوا في ناس سامعيننا الآن هو هون يتابعوا عندنا في مستشفى الأطفال وممكن يكونوا في ناس من خارج المدينة بالنسبة لما تضع مستشفى الأطفال الآن العيادات الخارجية بتاعت الأطفال انتقلت من مستشفى الأطفال للمستشفى المدينة المنورة اللي هو المستشفى المجاور لمستشفى المدينة المنورة وانتقلت إلى الكسم بتاع العيادات الخارجية الطابق الثاني العيادة رغم أربعة العيادة رغم أربعة دي عيادة القدد وجنبها طوالي عيادات الأجهزة الحساسة الأجهزة والشرائح وكل شيء للنقطة الأولى الشيء الثاني أن إحنا إن شاء الله بسطط أنه نعمل العيادة عن طريق العيادات يعني من غير ما المريضية هي العيادات عن طريق التواصل بالتلفون وأنا يعني أحاول أكلم كل المرضى وأقول للمرضى أنه العيادات دي مفيدة جداً مرات يكون عندك ظروف أنت ما تقدر تجل الدكتور فإحنا هنسجل المرضى ونتواصل معهم فأحرصوا أنه لما نكون عندك موعد عن طريق التواصل من غير الحضور للمستشفى فأحرص عليهم لأنه فرصة جميلة تقدر أنت تزال الأزيلة العايزة تزالها وتناقش موضوع طفلك وسكر وكده طيب نبدأ الأزيلة تمام أول سؤال عندنا يا دكتور تحية طيبة دكتور بشير معك حازم الحازمي أبو عبد الرحمن ما رأيك في دواب بريده وتأثيره على مستوى السكر لوجود نسبة الكورتزون وسهولة أطباء الأطفال لصرفه مع العلم أن حالته لا تستدعي لصرف النوع هذا الدواء طيب شكرا جزيلا لأبو عبد الرحمن بريده يا يماعة هو بريدنسلون أو كورتزون والكورتزون بيرفع السكر تمام؟ نقطة مهمة إذا الطفل عنده حاساسية في الصدر حسب الدرجة بتاعت النوبة اللي عنده إذا نوبة بسيطة ممكن ما يحتاج إذا نوبة متوسطة أو وقيمة يحتاج بريدنسلون أو بريده إذا احتاج الطفل لبريده لازم الأهل يكونوا عارفين أنه البريده حيرفع السكر بالتالي أنا لازم أزود الجرعة بتاعت الانسلين حقتي بتاعت الوجبات وحقة المنظم يعني نقطة دارة أشير لها قد يحتاج الطفل لكورتزون لكن عنده استخدام الكورتزون الكورتزون واحد من الأدوية ترفع السكر وعليه يجب زيادة الجرعة الكلية المنظم زيادة الوجبات تمام السؤال البعده هل الأنسلين ديكلوديق يحتبر بديل آمن للأطفال أقل من أربع سنوات في حالة عدم وجود لفمير أو عكر؟ تمام سؤال ممتاز الديكلوديك الديكلوديك أو التراسيبة نعم ممكن نديه للأطفال الأقل من أربع سنوات وهو بديل آمن وهو موقع بضعاته كل 24 ساعة ونسبة حدوث الانقفاضات فيه أقل فنعم الإجابة صحيحة هو بديل آمن ما رأيك لو مصاب يستخدم جهاز الكريستايا الليبري ما الطريقة المتبعة لديكم في حالة تثبت تحسس المصاب من الحساس؟ تمام الأوسط الجهات الرسمية أنه إذا حصل تحسس للطفل من جهاز الفريستايل في الحالة دي أنه ما يستخدم الجهاز لكن أنا أوصي بحاجة تانية في بعض اللزقات موجودة في بعض الصيدليات الخاصة تقدر تخط اللزقة وتركب من فوق لها الفريستايل الليبري جربناها ببعض الأطفال الحصل لهم تحسس فالتحسس اقتفى أو لأنه ما يكون في تلامس مباشر بين اللزقة بتاعة الفريستايل وبين الجسم فهو التوصية الموجودة عندنا أنه ما نستخدم الجهاز لكن أنا أنصح باستخدام هذه اللزقة ونعمل تجربة أغلب الأطفال جربنا عليهم ما حصل لهم تحسس بعد هل جرعة الأنسلين تؤثر على النظر وتسبب ضحف النظر طيب جرعة الأنسلين نفسه ما واحد من مضاعفاته تأثير على النظر النظر بتأثر بدرجتين تأثر عرضي وتأثر سابق التأثر العرضي على أغلب الأنسلين إذا كان الطفل أخذ جرعة كبيرة وحصل له انخفاض الانخفاض بيعمل تأثر في النظر اللون الطفل حس يقول لك أنا ما شايف كويس كده يقول لك لا ماما أنا ما شايف كويس أو أنا ما شايف كويس ده بس سبب الانخفاض وفي نفس الوقت الارتفاع في السكر برضو بيعمل تأثر وقت في النظر وديل اللي اثنين تأثر عرضي بيختفي باختفاء المسبب لكن التأثر السابق هو بيحصل لما نكون الطفل تراكم حقه ما منتظم وسكره ما منتظم لا سمح الله على المدى البعيد ممكن يحصل له تأثر في الشبكية وطعم التأثر في النظر لكن الانسلين هل الانسلين كالدواء واحد من مضاعفاته تأثر على النظر الإجابة لا طبعا على أي أساس نحدد الموعد الصحيح لطويل المفعول هل حسب بداية عمل المنظم والزروة أم ماذا أيوان طيب المنظم يا جماعة هو المنظم هو اللانتوس الأسنى نحن نستخدمه يعني الغالبية العظم والمرضي يستخدم واللانتوس هو فعاليته 24 ساعة لكن هذه الفعالية تكل يعني ممكن الأهل يلاحظوا أنه والله بعد 18 ساعة نسبة السكر بدت ترتفع أو الفعالية قلت فتحديد الفعالية بيبدأ من لحظة إعطاء الجرعة يعني نحن نحسب نقول والله الديناهو 7 ميسا الساعة 7 ميسا الساعة 7 ميسا خلاص والله ده الوقت أنه إحنا بدينا عليه تمام هو صاح بيبدأ بيشتغل بيبدأ بيشتغل بعد ساعتين لكن المستوى بتاع العمل حقه ما عنده قمة زي الأسلين الثاني فبداية الفعالية تبدأ من بداية إعطاء الجرعة السؤال البعده أنا أتابع مع الدكتور بشير عيبني أسأل ليش ما تصرف شرائح الفيتون من عيادات السكر للأطفال ممتاز سؤال جميل جدا جدا كان والله للأسف أشرطة الكيتون موجودة عندنا وكنا نصرفها للأطفال يأخذوها معاهم في البيت ونعلمهم كيف يستخدموها كيف يستميدوا منها الآن للأسف عندنا نقص يعني عندنا نقص في شرائح الكيتون يعني الآن الكمية اللي عندنا قليلة خليناها بس في عناية المكسفة وفي الطواري وكده لكن رافعين طلبية للوزارة على سن ونوفروا لنا شرائح الكيتون ده بالنسبة للدم بالنسبة للبول برضو أن احنا رفعنا وقلنا لا أي طفل لازم يكون عنده علبة بتاعة شرائح البول تكون موجود عنده في البيت وإن شاء الله حتتوفر في الغريبة العاجلة إن شاء الله ما رأيكو دكتور بشير بأنه خصوصا في أثناء إعطاء جرعة التصحيح لا يحتمد بذلك على جهاز الفريستايل لبريك عملنا كم محاضرة مع بعض فهذا الفريستايل اللي بري عنده عيبين زي ما ذكرت عيبه في لما نحصل انخفاض الديني اللو أو الديني اتش آي هاي اكتب لي اتش آي القراءتين اللي اتنين ديه غير دقيقات لكن الغراءات اللي في النص كلها يعتمد عليها صح الأهل ممكن يلاحظوا أنه في فرق بين القراءة حقا الجهاز والقراءة تحت الوخص وده فرق متوقع عشرة خمستاشر لحد عشرين ده فرق مقبول لكن لو كان والله الفرق بين الوخص وبين جهاز الفريستايل اللي بري بيجيني خمسين مية لا بقى معناها في خلل في الجهاز راجع الوحدة بتاعت الأجهزة في المسيفة كما المفروض يكون مستوى السكر بين الوجبات تمام السكر بين الوجبات زي ما ذكرنا إلى مية وثمانين ده بعد ساعتين من الجرعة لكن قبل الجرعة القادمة يعني مثلا بعد الغدا كان تسعين إلى مية وثمانين بعد ساعتين قبل العشرة مفروض النسبة تكون بين سبعين إلى مية وثلاثين بين سبعين إلى مية وثلاثين طيب في نقطة مهمة هنا الطفلة تغدى زي ما قلتك بيش الساعة واحدة الساعة ثلاثة قمنا السكر لقنات إزعيل إلى 180 لما جزمنا العشاء قال له العشاء كان الساعة 10 كان السكر حقه 350 السبب شنو؟ أول سبب السبب رغم واحد أن الطفل تكون أكل وجبات متكررة أو أكل وجبة فيها كمية نشويات كبيرة في النص ومن حقه يا جماعة ما ممكن انتظر من الساعة 1 إلى حد الساعة 10 الفترة دي طويلة عشان كده أنا حننصح بأنه والله الطفل اللي بتغدى الساعة 1 عشان الفترة تكون قليلة إذا لا ما في طريقة أنه أصنحي العشاء الساعة 10 الحل أنه على الساعة 5 نديه وجبة والوجبة دي نديها عليه كمية بتاع تنسلين وإذا نحسب النشويات نقدر نحدد الكمية كم تمام؟ إذا ما بعرف أنا أحسب النشويات أو ما قادر أحسبها أدي نصف الجرعة بتاعتها الغداء وقيس السكر بعد ساعتين عشان تعرف أنه لأنه مرات كثيرة الأمهات يقول لك والله يا دكتور كم جرعة للغداء؟ تقول لك 3 أو 4 طيب إنت كم يتحددها 3 أو 4؟ هي عشان تتأكد من الغرار حقها هي تدي 3 إنت عشان تتأكد أنه غرارك دا سليم 3 دي لازم تحللي بعد ساعتين إذا لكيت السكر في المعدل الموصبه 90 إلى 180 إذا الغرار سليم إذا كان لا أكتر من كده أو انخفض معنا الغرار ما سليم إبقى الإفتراض للجرعة لازم يتحقق منه بأنه أنا قيس السكر بعد ساعتين طيب أهم شخص في فريق السكري هو الأم أي أم هي نسخة مقررة من الطبيب أحيي أنا أول حاجة أحيي الأم قرالة الكلام دا أستاذ عبدالودي طبعا يعني أستاذ يعني لا يعل عليه في التسقيف أيوة أي أم هي نسخة مقررة من الطبيب أي نسخة يعني دا 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 يعني سؤال أي أم أيوة 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 أي تطرق في حيث تتخذ الأم تكون يعني أي أم مثالية ل الأم المثالية بطل السكري أيوة الأم المثالية لبطل السكر أيوة هي الأم هي الأم التي تقوم باتباع الإرشادات الموصة بها من الاستشاري ومن الفريق التسقيف وهي الأم التي تحرص 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 على قياس سكر طفلها قبل الجرعات وبعد الجرعات وهي التي تحرص على إعطاء الجرعة التصحيحية وهي التي تحرص على تحم أن تعطي طفلها المزئولية يعني الطفل بعد 7-8 سنوات ندي المزئولية أنه يحطر الجرعة ونحن نشرف عليه إشراف وهي الأمة التي تحرص على أن تأتي للعيادة التسقيفية وهي الأمة التي تحرص على التواصل مع الفريق المعالي وهي الأمة التي تمتلك طفل لديه تراكمي أقل من 7.5 جزاك الله خير معلومات رائعة جداً وفيدة هل السكر وحموضة الدم لها علاقة بإنزيمات الكبد عند الطفل؟ تمام السكر وحموضة الدم وعلاقاتها بإنزيمات الكبد السؤال ممكن أن يكون الطفل اللي بتحصل له حموضة يعني مثلاً طفل في السنة الأولى حصلت له حموضة أكثر من 3-4 مرات يعني بتحصل له حموضة متكررة بسبب أنه ما منتظم في الجرعات واحدة من المضاعفات اللي بتحصل له يحصل له تورم في الكبد وترتفع إنزيمات الكبد كنتاج للحموضة المتكررة بيحصل ارتفاع في إنزيمات الكبد لأنه المادة اللي اسمها الجلاكوجين تتخزن في الكبد وتأثر على إنزيمات الكبد دي الجزئية الأولى من السؤال طيب في حاجة تانية العلاقة بين الحموضة أو السكر الغير منتظم وارتفاع إنزيمات الكبد الأطفال اللي يكون سكرهم غير منتظم لفترة طويلة خمسة سنوات أو أكثر ديل بتحصل لهم حاجة متلازمة اسمها متلازمة مورياك مورياك ده الشخص اللي اكتشفه بتلقى الطفل قصير وبطنه متفخة شوية وحجم الكبد زايد وده الحاجة دي بتحصل لما نكون السكر غير منتظم لفترة أجلها خمسة سنوات والتراكم مرتفع وفي الحالة دي لما نقيس السكر بنلقى السكر مرتفع والتراكم مرتفع وإنزيمات الكبد مرتفعة تمام؟ دي العلاقة بين الاثنين بين إنزيمات الكبد وبين الحموضة ما هو أول جهاز في جسم المصاب يتأثر بعدم انتظام مستوى السكر؟ العين أم الكلة؟ الكلة والعين عشان كده التوصيات الآن التوصيات الأسيق جديدة بتقول أنه كل أي طفل أنه إحنا الآن نفحص العين ونفحص الكلة وفي الكلة ما بنفحص وظائف الكلة لأنه الوظائف ما بتكون تأثرت بنفحص البول عشان نشوف نسبة الزلالي لأنه أول تأثير للسكر على الكلة أنه نسبة الزلالي طالعة في البول بالزيد والاثنين الفحص العين وفحص القولة اللي اثنين من أعمالهم لما نطفل عمره يكون 11 سنة وليه سكر معه سكر لمدة سنتين يعني الآن دي التوصيات التوصيات أنه أي طفل عمره 11 سنة ومعه سكر لمدة سنتين نرسلوا نعسل عيون يفحصوا لنا الشبكية ونعمل له فحص في البول عشان نشوف تأثير السكر على الكلة ونشوف نسبة الزلالي المفرزة في البول وليس الوظائف لأنه وظائف الكلة آخر ما يتأثر في سؤال من مرشدة صحية من إحدى مدارس المدينة كيف أقدر أتعامل مع طالبات المدرسة في حالة الانتفاض أو الارتفاع ممتاز سؤال ممتاز ونشكر المرشدة الحاضرة معنا ونشكر كل المرشدات الحاضرات معنا وأن إحنا إن شاء الله بصدد أن إحنا في وحدة السكر بصدد عمل كورس مكسف للمرشدات الموجودات في المدارس وعلى سنة ونحن عندنا مشاكل كبيرة جدا في المدارس طيب الانقفاض بالنسبة للانقفاض زي ما أنا ذكرت أكبيل أنه والله الانقفاض لو حصل للطفل انقفاض في السكر زي ما قلنا أقل من سبعين ندي الطفل عصير يعني زي نفس الكلام اللي أنا ذكرت أكبيل في المحاضر ندي الطفل عصير ولكن لازم هي برضو المرشدة تكون فكرت السبب شنو أنت فطرت أم لا أنا والله فطرت أقل من عشان يعرف السبب ولازم هي يعني تتواصل مع الأسرة تكلمون عنه الطفل لو والله حصل له انقفاض على سن الأسرة تقدر تتواصل مع الدكتور المباشر فالدورها هي معالجة الانقفاض أو دورها هي لو في الطفل في الفصل قال والله أنا عندي عراض انقفاض وحاب بياكل شيء نسمح له ودورها أنه والله إن شاء الله في المستقبل حنوفر جهاز بتاع جهاز السكر ونوفر الأشياء الضرورية للانقفاض في المدرسة على سن المرشدات يقدروا يعالجوا الحالات التي تحصل من الانقفاض وإن شاء الله حيكون عندنا كورس مكسف بإذن الله في المرحلة القادمة أسمع بالتعاون مع جمعية السكر إن شاء الله إن شاء الله تمام إن شاء الله أصلاً نحن نطلع محاضرات يومية بنسوق تسقيف للسكر للطلبة وللمرشدات كده إن شاء الله يكون بيننا تعاون أنا أفتكر به الضبطة كده حتى قبل ما نعمل الكورس حقنا المكسف يكون في تعاون بيننا لو كان في أي جدولة لمحاضرات لمدارس محددة نخلي يمشي جزء من الفريق حقنا ممكن مسقفة مع استشاري أو استشارية مثلاً مدرسة البنات تمشي استشارية مع مسقفة مدرسة الأولاد ممكن يمشي واحد من الاستشارين يمشي معاكم على نفس التيم لأنه دي فرصة جميلة جداً أن إحنا المدرسة دي الطالب بيقضي فيها في السنة تزعة شهور في المدرسة وفي اليوم هيعمل المدرسة يعني من الساعة السبعة ونصف الطالب في المدرسة لحد ساعة اثنين فأن إحنا المدرسة عامل لنا إشكال لأنه أثناء المدرسة الغالبية العزمة من الأطفال يقول رجعي من المدرسة بسكر مرتفع فضروري جداً إن شاء الله نحن نشتغل هنشتغل على الموضوع ده بإذن الله في الفترة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله هاوصل الكلام ده إن شاء الله لرئيس مجلس الإدارة ونعرضه ويكون بيننا في تواصل بإذن الله رب العالمين إن شاء الله شكراً لك يا ديكتور على المبادرة الجميلة نواصل الأسئلة متبقيت عشرة دقائق على المحاضرة ونواصل للأزيلة طيب فضلي ما رأيك في مضخة الأنسلين؟ هل تنصح فيها؟ ولماذا مستشفى الأطفال في المدينة لا يوجد فيه فريق لتركيب المضخة؟ طبام سؤال ممتاز أحي صاحب السؤال أنصح وبشدة في مضخة الأنسلين لكن في نقطة مهمة جداً الأسر لازم يعرفوها هذه المضخة لا تعمل لوحدها من الذين يستفيدون من المضخة؟ هما الأطفال اللي عندهم معدلات بتاعة التراكم جيدة لأن المضخة محتاجة مجهود ضعف المجهود المنبزل في الطفل اللي يأخذ الإبل العادية من غير المضخة فالمضخة جميلة جداً بيسهل على الطفل لكن أنا أديكم مثال أنا عندي أم عندها طفلين طفل مركم مضخة وطفل غير مركم مضخة يعني واحد عمره طلط طهر سنة عنده مضخة وواحد عمره ثمانية ولا تزعة سنة ما مركم مضخة وأمه اجتهت جداً وأمه ما شاء الله عليها أنا حييها أم عماره عبد الله حييها من هنا لو هي معانا أو ما معانا طيب الطفل المركب المضخة التراكم حقه أطماشر والطفل الممركم مضخة التراكم حقه سبعة فاصل خمسة ماذا يعني هذا؟ أنه المضخة غير جيدة؟ لا المضخة جيدة لكن المضخة إذا كانت ما معاها مزئولية متكاملة من الطفل والأسرة ومجهوط إضافي ما حتى تديني النتائج المقصودة وممكن أنا أحقق النتائج المرجوة اللي هي التراكم المثالي من غير ما يكون عندي مضخة والمثال اللي هو الأسرة دي طفلين عندهم واحد مضخة واحد بدون مضخة ولما عنده مضخة التراكم حقه مظبوط ولأنه في أسر بتفتكر أنه المضخة دي جهاز نركبه وبشتغل لوحده لا المضخة محتاجة تحسب النشويات المضخة محتاجة تحسب الجرعة التصحيحية المضخة محتاجة تقييس في اليوم أقل شي لو أنا ممركب الجهاز بتاع جهاز السكر محتاجة تقييس أقل شي ستة مرات في اليوم فهي حاجة ممتازة ونوصف بها لكن لازم نقود في باننا أنه محتاجة مجهود إضافي عشان نحقق النتائج المرجوة منها لماذا مستجفى الأطفال والولادة لم توفر والله دي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا ساعيين فيها ساعي حسيس كان عندنا خلل في التيم غير مكتمل ما في مرشدة تقزية متخصصة في سكر الأطفال لحد الآن ما موجود عندنا وأنحنا رفعنا للإدارة الأكتر من مرة وعبدالوديو تلك ليس محفيني فأنحنا رفعنا الأكتر من مرة وشجعنا زميلاتنا خصيات التقزية لأننا عايزين أي حد يكون عنده الرغبة في أنه نمشي ويعمل كورسات لأنه زي ما عبدالوديو دي علم والناس كلها تعلم أنه سكر الأطفال محتاج خصيات تقزية متخصص في هذا الجزء ما بيقدر الشخص المعلومات وحقت الناس الكبار يقدر ينزل على الأطفال فبإذن الله في الفترة الجاية بإذن الله نحن ساعيين جادين أن نوفر المضخف المستقفان إن شاء الله دكتور فيه سؤال من أم تقول ولدي تابع عندك وموعده برمضان وما تواصلوا معه كيف تتم المتابعة طيب كل الأطفال الكام عندهم موعد في فترة الجايحة وما قدروا يقل مسيفة ونحن تواصلنا معهم بالتلفون أي حد كان عنده موعد أنا تواصلت معه بالتلفون إلا في حالة واحدة ممكن يكون ما ردوا أو التلفونهم ما كان يعني قدرنا نتواصل عليه طيب حسب الاتفاق مع إدارة المستشفى أنه المرضى الماء حضروا العيادات بس هو بالجايحة يتم جدولة مواعيدهم وإخطارهم الآن حتتفتع عيادة إضافية إن شاء الله بعد العيد والعيادة الإضافية في الغالب حتكون للمرضى المتمكنوا من الحضور في فترة الجايحة بإذن الله لكن أنا أقول للأم إذا ولدك عنده إشكال في السكر حقه ولدك عنده مشكلة في السكر حقه عندك طريقتين ممكن تجيني في العيادة يوم الأحد الأحد من الساعة 7 وربع العيادة بتبدأ تمانية أنا بشوف المرضى لما عندهم مواعيد من السبعة وربع إلى الساعة تمانية فتقدر تسجل إغراءاتك وتجيني في العيادة من الساعة 7 وربع إلى الساعة تمانية في العيادة رغم أربعة في العيادات الخارجية في المستفى المدينة المنورة وإن شاء الله أنا هنحل لك مشكلة قبل ما يجي الموعد حقه جزاك الله خير يا دكتور سلام عليكم أنا أملين المحمدي دكتور أوقات تناب ويكون سكرها طيب لكن لما تصحي يرتفع ممتاز دي نفس النقطة اللي قلناها قبل أنه يا يماعة لما ننام على السكر الطبيعي لما ننام على الطبيعي 80 إلى 140 وكده ويتفع السكر الصباح في سببين السبب الأول لازم نتأكد أن الطفل مع صلوه انخفاض سنان نوم لأنه في ظاهرة اسمها الظاهرة السموكي الظاهرة السموكي دي أنه يحصل انخفاض أصنام الطفل نايم وتقوم الهرمونات الأخرى تفرز وتوكف عمل الأنسلين وترفع السكر لما ننصح الصباح نلقى السكر مرتفع أو الاحتمال الثاني أنه لو الله يا دكتور مثلاً والله بيأخذ المنظمة الساعة 7 ميسا بيأخذ المنظمة الساعة 7 ميسا نقول لهم والله يأخذ على الساعة 2-3 صباحاً أعملوا شكل السكر شوف السكر فيه انخفاض ولو ما فيه انخفاض إذا ما فيه انخفاض والصباح السكر مرتفع الحل نزود جرعة المنظمة إذا حصل بيحصل انخفاض لو الله لقيت فعلاً أنا قلست السكر الساعة 2-3 صباحاً لقيت السكر بنخفض والصباح بيرتفع نعمل شنو نقلل هنا في الحالة دي جرعة المنظمة نسبت الغاعدة دي التانية إذا إذا نام الطفل على سكر طبيعي وفي الصباح عند الاستيغاث كان السكر مرتفع الخطوة الأولى التأكد من عدم وجود انخفاض أثناء النوم فإذا كان فيه انخفاض أثناء النوم الحل نقلل جرعة المنظمة إذا ما فيه انخفاض أثناء النوم العكس السكر ماشي زايد زايد لحد ما يصحى الطفل في الحالة نزود الجرعة بتاعت المنظمة طبعا لذبت ارتفاع تحق مستوى السكر خصوصا لدى الأطفال بالحضور بالمدارس وعند العودة يكون سكره مرتفع فوق السلاسمية في الغالب كم تعلم بأنه انسلين سريعا من المفعول في أخص تفاحة الزامي تأخذ عليها جرعة في الغالب فما رأيك في نتائج المريض في نتائج في حالة المريض إلى أنسلين الأكثر خصوصا في تقطيطه فطورة طفل في المنزل قبل الزهاب للمدرسة وكذلك يغطي وجبة الفسحة وهنا نخفف من الارتفاع لدى أغلب الأطفال ممتاز فهمت السؤال ديتون أيوا فهمت طيب تمام لا ندو واحدة من المشاكل بتواجهنا طيب الأنسلين يا جماعة من الدهول الوجبات اللي هو الأنسلين سواء كان النوفورابد هو الأنسلين سريعا مفعول مفعوله بيخلص من الجسم بعد 3 إلى 4 ساعات أغلب الأطفال بيفطروا في البيت على الساعة 6 أو 6 ونص لما نقع على الفسحة الساعة 9 ونص بيكون المفعول بتاع الجرعة خلص ما عندنا نسلين سريعا مفعول والأطفال كلهم في الفسحة بيأخذوا وجبة وجبة كمان ما شاء الله عليها معها حاجات تانية وعندنا شيخ اسمه ديو موجود في المدرسة دي طوالي سابت كل الناس لازم يأخذوه فالساعة لما نقع الطفل الساعة 9 ونص المفعول بتاع الجرعة ده بكون خلص والحل إذا الطفل عندنا نحلين الحل الأمثل والأفضل أنه الطفل يأخذ جرعة أخرى في المدرسة عشان تغطي الوجبة بتاعت الفسحة ودي بطريقتين إذا الطفل هو أصلا بيعرف يدي نفس الجرعة عادي يأخذ القلم حقه وخط القلم في المكتب بتاع المشرف الفصل ولما نطلع الفسحة يأخذ الجرعة حقته ودي أفضل طريقة الطريقة التانية الطفل لا والله هو صغير ما بيعرف يأخذ لو المدرسة فيها واحد من المرشدين اللي يقدر يديه الجرعة تمشي الأم تقابل دارة المدرسة وتخلي الطفل يديه الجرعة في الفسحة دي الطريقة الأمثل والأفضل وبعدين لما نيجي راجع من المدرسة نشوف نسبة السكر حقه إذا قلنا والله السكر حقه مرتفع من المعدل الطبيعي نقدر نزود في الجرعة يعني الفطور بيأخذ ستة والجرعة الإضافية في المدرسة ثلاثة لكن لما نيجي راجع البيت منالك معدل السكر أعلى نقدر نزود الثلاثة إلى أربعة لحد ما نصل للسكر مناسب هذه هي الطريقة الأفضل والأمسل في حالات أنه ما يتوفر أنه الطفل ما بيقدر يأخذ الجرعة والمدرسة غير متعاونة معنا ما عندنا خيار غير أنه نغير الأنسلين إلى أنسلين اللي هو الصافي عن طريق السحب والصافي لأنه يبدأ يشتغل بعد ثلاثة ساعات ومفعول من ستة لثمانية ساعات وهو بديل ممتاز أنه نستخدم لأغلب الأطفال في فترة المدرسة ونقدر نديه الصباح لكن ضروري الطفل في الفس هيأخذ وجبة لأنه لما أخذ وجبة قد يصير عندهم خفاض تمام يبقى دي الإجابة على السؤال طبعا السؤال آخر سؤال عندنا يا دكتور هل يمكن شفاء طفل مريض سكري تماما من السكر طبعا السؤال ذا سؤال متكرر جدا والإجابة عليه كالآتي أول أن إحنا كمسلمين إيماننا القاطع بأنه ربنا سبحانه وتعالى قدير على أن يشفيك من أي مرض دائما مستمر وما بنقطع وذلك خلينا أن إحنا كأطيبة ندعو وكأسر تدعو لأطفال كن أنه ربنا يشفيهم بالنقطة الأولى لكن هل ثبت لحد صحيح الإجابة لا لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي في حدود معلومات العندي لا توجد حالة واحدة تمام وطبعا ده ما بين فيه أنه ممكن تحصل لكن النقطة المهمة أنه الأسر لازم يكونوا منتبهين للقصة دي فترة العسل القبال تكلمنا عنها قد بعض الأطفال ممكن توقف منه الأنسلين خالص ويكون ما محتاج ولا نقطة أنسلين وسكر منتظم ده ما شفاء ده ما شفاء من السكر دي فترة مؤقتة وبعد السكر مرتفع يبقى عليه أنه والله أنه لازم نستمر ندعو أنه الرب يشفيه لكن في نفس الوقت ما نسمع الكلام اللي بيقولوه لأنه في الغالب المعلومة دي ممكن تكون مربوطة بسكر كان التشخيص غير صحيح يعني زي الكبير كنا السكر العرضي يجي واحد عنده سكر عرضي يدهو انسلين يحصل له الخفاضات يوقف من السكر يوقف من الانسلين يرجع طبيعي ويقول لك والله يشوف هي من السكر هو ما يشوف هي هو أصلا الشخص غلط من البداية شكرا لك يا دكتور جزاك الله خير وبنحتذر من باقي الأسئلة زمن ما يعني ما هنقدر نغطيها وإن شاء الله يكون عندنا مقابلة ثانية مع دكتور بشير جزاك الله خير على المعلومات وعلى القرح بايح بس نطلب منك رسالة آخيرة لكل الأمهات وكل المرشدات وكل الحضور الحضروا معنا هم فوق الميتين شخص الحضور فوجه لهم رسالة آخيرة شاكر أول حاجة أنا شاكر ومغدر جدا لحضوركم وحضوركم يعني بالنسبة لي حرصكم على سلامة أطفالكم وحرصكم على مستقبل أطفالكم يا يا معت الخير الهدف من علاج السكر هو أن الطفل يعيش حياة طبيعية وينمو ينمو طبيعي والتجار بيّنت أن الأطفال اللي عندهم سكر هن أطفال أزكياء كل الأطفال أي طفل عنده سكر هو أسكى طفل في الأسرة وأسكى طفل في المدرسة فنحرص عليهم ومن عاملهم بأنه هن عنده نشكال العكس هو أسكى من يا أنا الدكتور وأسكى من كنت الأم والأبو فنحرص عليهم حرصنا عليهم أنه لازم نحمله مزلوليته أنه لازم ندي جرعته أنه لازم أننا ما نحسس هو أقل من الآخرين وأكد تماما لو حرصنا على الجرعات التصحيحية والمتابعة والحرص على المقابلة الدورية والحرص على السكر والحرص على أنه يعني ما منحين عليه أكتر من اللازم ده هيخلي الطفل تبعدين هيقول لك شكرا جزيلا يا أمي وشكرا جزيلا لأبوي أنه إنت حرصت عليه في فترة أنا ما كنت عارف يعني الفائدة حقتي أو مصلحتي وبعدين إن شاء الله هو هيكون مميز وأبينة التجارب أنه الأطفال دهل بيدخلوا أحسن الجامعات وبتوظفوا أحسن الموظائف وبتزوجوا وبينجبوا وما بتكون عندهم مشكلة في المستقبل ما تحسوا أنه طفلك ده خلاص حياته وقبت العكس والله مستقبل أفضل مني أنا ومنك أحرص عليه حرصك عليه هو حرصك على الجرعات ما تتعاطف معه في عدم الجرعات ما بيأخذ الجرع ما تتعاطف معه لازم يأخذ الجرع ولازم يجلس السكر لأنه الآن ما يعرف ما اصلحته بعد ما يكبر هو حيعرف ما اصلحته وما لقيت موعد عند الدكتور تعالى المستشفى قابل التسقيف قابل علاقة المرضى خليه يقابلوك بالاستشاري ونشكر حضوركم وربنا وفغنا وإياكم جميعا يعني رعاية الأطفال اللي عندهم سكر في منطقة المدينة المنورة خاصة وفي المملكة عامة وربنا يزيكم ألف خير شكرا ربنا اكتب أجرق وشكرا أن كل الحضور بيشكروك في شات وقالوا لك استفادوا جدا من المحاضرة ويتمنوا يكون في مقابلة تانية إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تسلم إن شاء الله شكرا شكرا الله يسلمكم الله يزيارك بزاك الله خير بنبه على كل الحضور الكرام بيسألوا من تسجيل المحاضرة تسجيل المحاضرة موجود على حساب الجمعية بتويتر بدلقوا تسجيل كل محاضرات الجمعية ومحاضرة اليوم إن شاء الله وشكرا لكل الحضور واستاذ مشعل نزل الرابط حق المحاضرة مع السلامة عالفي سلام الله يسلمك بزاك الله الله يسلمك شكرا